ما هي سليم لقيت ابن الحلل ولا لا؟ سعيدة جداً بالتجربة دي سعيدة بكل التفاصيل اللي فيها مبسوطة بالشغل مع المخرج الجميل أستاذ أيمان مكرم وأستاذ سامير إنيل اللي كاتب الفيلم المونتي الفيلم بيحكي عن واقع حصل دلوقتي على غلق الأسعار واللي بيحصل وموضع اجتماعية وفيه لاين رومانسي حلوة قوي بيتمعني بحمد الفشاوي في الفيلم في علاقة بتجمع الأم بنتها فعلاً علاقة فيها كده مشاعر وإنسانيات حلوة قوي الفيلم مختلف من أول ما قرأت الفيلم ما ترددتش لحظة أن أنا أكون موجودة فيه قلت لهم أنا معاك والفيلم ده أنا حاس أنه ولمسني ومش بقول الكلام ده والله عشان إحنا قدام الكاميرا لا والله الفيلم فعلاً مختلف وموضوع موضوع حلو قوي وموضوع موضوع مهم الدور مختلف لأن أنا بحب نوع في الأدوار يعني أنا في رمضان في سر إلهي والمادة حكو تطلع شريرة شر مرعج يعني مش قوي برها والله زنس بتصد أن أنا شريرة بس عملت حكتين شر فأنا بحب أنوع يعني الشخصية اللي أنا بعملها البنت الجدعة الطيبة بنت البلد المتمسكة بمبادئها اللي عندها طموح فده أنا ما عملتوش كتير في السينما فحبيت الشخصية وحبيت العلاقة بينها وبين أمها وبين الناس اللي في الحارة أحمد البشاوي جميل ومختلف وجدع لأ هو كريم حراب كل مرة بروح نسرق منه بكارفون أكل قد كده والله أقوله ده الكارفون بتاعك مليان أكل يا أحمد يا بشاوي والله دايماً ما شاء الله الكارفون بتاعه مليان حاجات فخش أقوله أنا جاية بس أسلم عليك والله هو مش مغرور خالص هو صريح صريح جداً وعلى طبيعته جداً 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 وشخص تلقائي أحمد شخص تلقائي عشان كده ممكن الناس فهموا غلطة والله أتمنى إحنا عملنا مجهود حلوة عملنا موضوع حلوة أتمنى إن شاء الله إن ربنا يكرمنا كده وأستاذ جميل المغازي هو وسل نورنا المخرج العظيم والله إحنا كنا 14 ساعة بنتحك يعني إحنا هو شخص بيفاركوش زي ما بيقوله كده وبيحب إن الكواليس بتاعته تبقى كواليس ريئة على فكرة أحمد في التصوير ما بيحبش العصبية خالص وسلس جداً إن شاء الله في أغنية بإذن الله حتنزل قريب أنا بدور على أغنية بس أقولك استقريت لأ أنا محترى بين ثلاث أغاني بس أتمنى إن شاء الله إن شاء الله إن أنا ألحق الصيد شكراً لك